السلام عليكم متابعين الكرام اهلا بكم في قناتنا الاخبارية اشهد الاجتماع الرابعة عشر لوزراء خارجية الدول الاعضاء في مجموعة الحوار 5 زائد 5 الذي انعقد امس الاحد في الجزائر العاصمة بالدور الكابير الذي تطلع به لجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس واكد البيان الختامي الذي توجى اشغال هذا الاجتماع ان الوزراء اكدوا بالاجمع موقفهم التابت بشأن ضرورة الحفاظ على الهوية والطابع المتعدد الديانات لمدينة القدس واشر البيان الختامي في هذا الصدد الى ان الوزراء ياسفون بشدة لقرار الادارة الامريكية المتعلقة بالقدس وتمحور تشغال الاجتماع الرابعة عشر لوزراء خارجية دول مجموعة الحوار 5 زائد 5 حول مجموعة من المواضيع لا سيما التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمشتركة والشباب والشغل والهجرة والتنمية والتنمية المستدامة الى جنب القضايا الاقليمية خصوصا ما يتعلق بمكافحة الارهاب والقضاء على نزاعات التطرف والاوضع في ليبيا والساحل وسوريا والعراق والشرق الاوسط ويضم حوار 5 زائد 5 بلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة الجزائر المغرب تونس ليبيا موريطانيا عن الضفة الجنوبية من المتوسط وايطاليا وفرنسا واسبانيا والبرتغال وملطا عن الضفة الشمالية شكرا على المتابعة نعتقد انكم نخبة خاصة تعشق متابعة الاخبار لذا اذا كنت غير مشترك في قناتنا اشترك الان اشترك الان ترجمة نانسي قنقر